إنه لمن دواء الصرور أن نرحب بكم في بلدكم الثاني المغرب بهذه الكلمات رحب المغرب بذيوفه في هذه المناظرة الدولية مستقبل إفريقيا رهين بتأهيل شبابها وبمدى القدرة على إدماجه من أبرز ما جاء في الرسالة السامية الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الدولية بسخيرة تحت شعار كرة القدم الإفريقية هي رؤيتنا الرسالة الملكية أكدت على أنه إذا كانت إفريقيا غنية بثرواتها الطبيعية فهي غنية قبل كل شيء بشبابها الذي يمثل ثلثي ساكنة القارة الرسالة التي تلاها وزير الشباب والرياضة رشيد الطالب العالمي شددت على أن تطوير الممارسة الرياضية بكل أشكالها يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وإدماجهم في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي الهدف الرئيسي كما جاء في الرسالة الملكية لوضعت وحد الخطوط عريضة للنقاش تقتر النقاش داخل هذه الندوة بالخصوص والاهتمام بالشباب بالصفة وحد العنصر أساسي في العملية الكرة الرسالة الملكية إلى المشاركين في المناظرة الدولية بسخيرة حول كرة القدم في إفريقيا أكدت على المكانة الهامة لكرة القدم في حياة شعوب القارة موضحة أن تاريخ كرة القدم الإفريقية حافل بالإنجازات في مختلف التظاهرات العالمية في البداية نتوجه بتحية إلى الكاف على تنظيمه لهذه المناظرة كما يجب تحية المغرب خاصة الملك محمد السادس على رعايته لهذا الحدث في غضون ذلك شدد الملك محمد السادس على أن كرة القدم الإفريقية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى برفع تحديات التحديث والعسرنة ومواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية وخلص الملك محمد السادس إلى أن هذا الملتقى الهم بفضل الخبراء والكفاءات الكروية الإفريقية المشاركة فيه سيمكن من بلورة رؤية مستقبلية لتطوير الكرة في القارة الصمراء